السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبنائنا الطلاب توقفنا في المحاضرة الماضية حول triangle phase diagram يكون لدينا كما في الشكل three components A, B و C نستطيع إننا نحددها clockwise أو counterclockwise المهم لابد من التجانس في عملية تحديد رؤوس الهرم يشكل رأس الهرم التركيز بنسبة 100% لهذا المكون فمثلا هنا في النقطة A يكون لدي تركيز A هنا 100% بينما المستقيم A, B يشكل خليط من تركيز A و B هنا في النقطة B تركيز A 0% بينما تركيز B 100% at point C تركيز C 100% بينما تركيز A is zero تركيز B is zero والتقل التركيز كلما اتجهنا بعيدا عن رأس الهرم فعند هذه النقطة تركيز C 80% بينما تركيز A 20% here we can say we have 50 50 من A و C هذا المستقيم يمثل تركيز الخليط A C بينما هذا المستقيم يمثل تركيز الخليط B C وهنا تركيز الخليط A B عند هذه النقطة يكون تركيز B 80% تقابلها هنا تركيز B 80% هنا تركيز B 60 تركيز B 60 وتركيز B بيبدأ في الانخفاض as we go along إلى أن يصل إلى المستقيم A C يكون تركيز B zero percent إذا نظرنا إلى تركيز C فلدينا هنا 80% 60 40 20 وهنا تركيز C zero percent نستطيع أننا نحدد التركيز ببساطة بمكونين فقط فمتى ما تم تحديد مثلا عند هذه النقطة تركيز B نستطيع أننا نحسبه 80 60 40 بينما تركيز C 80 60 40 إذن عند هذه النقطة C equal 40 B equal 40 وتلقائيا A is equal to 20 حتى أنه يكون لدينا الإجمال 100% هذه هي الآلية المتبعة لتحديد التركيز في triangular phase diagram الشكل اللي أمامنا بيمثل عملية extraction ل الزيورفول إيثايلينججلايكول والماء وهذا المنحنى تحدث فيها عملية الـ liquid liquid extraction وهذه النقاط دي بنسميها tie lines هذه هي tie lines التي نستطيع بها معرفة عدد مراحل عملية الفصل الفصل